انت عملت وقلنا في فيديوهاتك غيب لك فترة الغياب مطلوب لازم تغيب طب احنا عايزين نعرف امتى نغيب ونغيب قد ايه ولما نرجع من الغياب نعمل ايه وهل قبل ما نغيب نقول ولا ما نقولش وامتى مطلوب ومفروض ان احنا نغيب حاجات كتيرة ومش كده يلا بينا اهلا باكما الناس في الدنيا واهلا بيكم كده وبرحب بيكم ولاية الجديد برضو كالعادة بقول يعرفنا بنفسه وارحب بيها وعيلة العدام يقوموا معا بالواجب واللي مشتركش اشترك عشان يفضل مستمر معنا على طول وانا وعدت بالحلقة دي ولايت في كتير عايز هنبتدي في البداية كده ليه لازم الغياب تعال تخيل معايا كده لو الانترنت اللي انت بتشتغل عليه كل يوم ده قطع يومين طيب تلاتة طيب اربعة وفاجأة لقيته جاي تبقى مبسوط تحس كده ان انت نفسك تاخد الانترنت بالحض فرحان قوي عرفت قيمته قوي في الكام يوم اللي هم غابوا طيب لو انت عشان قوي مفيش مية تمام يوم يوم ونص يومين اول ما تلاقي المية ايه اللي بيحصل بتبقى عايز تاخدها بالحضن هو كده الحاجة طول ما هي قدامك حتى لو مهمة ما بتحسش بهمتها وإلى انها موجودة انها ما قيمتها تحس اول ما تغيب وتشتاء بقى ونفسي ان هي ترجع ونفسي ان انا ألاقيها واخف عليها ان هي تضيع او تغيب تاني طيب يعني ابتدي كده ايه بقى يبقى البداية كده عرفنا ان الغياب امطلوب وامهم ليه لسه احنا مجاوبين من شوية امتى بقى انا اغيب امتى لازم لما يحصل معايا ده الاقي او حس او اشعر ان واجب الغياب اول حاجة لما يعمل غلط كبير او ازى نفس ليك مش انا بقولك في الحلقات والفيديوهات بتاعة العلاقات والنصيح لياخد موقف من اقوى المواقف اللي انت ممكن تخدت ان انت تختفي تحسسه قد انت زعلان تحسسه ان انت ممكن تضيع منه تخليه شوية انت توحشه وتخليه يعرف امتك وتخليه كن اكثر حرصا عليك بعد كده موقف قوي استاهل بلاش المواقف الصغيرة عشان ما يقولش عليك عقلك صغير حاجة كبيرة حاجة تستاهل حاجة تأذي نفسيا حاجة ما كانش ينفع ان هي تتعمل او موقف بسيط انما عمله وانت حذرت منه وكرره حاجة صغيرة ما تستاهلش بس هو عرف وانا قلت له خلي بالك الحاجة دي بتضايق لي ارجوك لو سمحت ما تعملاش تاني بأي ان كان الطريق عملها هنا برضو واجب الغياء طيب دي بس لا مش دي بس الحالات لما تحس ان انتوا بقالكم فترة كده بوسكم في بوس بعض وشكم في وش بعض لما خلاص بدأتوا ان انتوا مفيش جديد كل يوم مع بعض كل يوم مع بعض كل يوم مع بعض هتيجي واحد يتفلسف او واحد يقول لي هو الحب في ملل في تعود في اعتياد لو انت مش مصدقني اقرأ كتب علم النفس وانت تتأكد بقول مش هنخترع فلسفة حياة ومش هنتحك على نفسنا في تعود في روتين في اقرب للاعتياد الاعتياد مش حلو لازم تشك في النص كده صدمة في النص كده تنشط علاقة الحب اللي بينكم دي لقيت الانسان بطبعه ملول طبعي في الانسان وفي الذات البشرية الملل بقالنا فترة طويلة وانا حاسس ان ما عادش بيننا جديد وانا حاسس ان في فطور في فطور بدأ يتسلل للعلاق اه في الفترة دي غيب هتسألني دلوقتي غيب قديها نقول في الاخر بس نخلص الاسباب اللي انت لازم او انت الحلقة للطرفين تغيب فيها وفي الاخر اقولك تغيب قد ايه وما تطولش لان في غياب يضيع دايما بقول في غياب يضيع ورجاعا عشان الحلقة دي مهمة لو شايفينها دوسوا لايك وشايروا بس نساعد اصدقائنا اللي بيبعتولي وزعلان مني وانا بعتذر لهم في التأخر على الرد انا بعمل الحلقة دي والله عشانكم طيب يبقى دا موقف كمان من المواقف موقف تاني هو اللي بيغيب يعني عمال كده بيستعبط عمال كده كل يومين يغيب له شوية دواءوا بقى من نفس الكاس عرفوا ان انت كمان بتعرف تعمل زي ومطلوبة قوي في بداية العلاقة وفي منتصف العلاقة وفي اي مرحلة من مراحل العلاقة وفي اي نوع من انواع العلاقة يعني حب خطوبة جواز خلفة ايا كان في اي وقت على فكرة وبالطريقة بقى اللي انت تقدر ان انت تعمل الخطوة اللي بعد كده احنا ماشينا هو تاتا تاتا وحدة وحدة عشان الموضوع يبقى واضح انت رجعت بقى بعد الغياب دلوقتي انت رجعت هتتصرف ازاي اتصرف عادي ما تهيبرش اوي ولا تندلق اوي لا يشوف نفسه عليك اوي ويتحسسه ان انت عملت جريمة في حق الكون وطبع الانسان كده مهما كان لو شوف اللي قدامه مدلوق اوي وبتنايل على عينه اوي وميت عليه اوي يسوء الهابل اوي فبلاش يعني خلينا نرجع طبيعيين طيب انا هقول ايه لو في خطأ كبير هو عمله لو كان السبب الاختفاء بتاعك او الغياب غلط لما يسألك كله انت عارف انت عملت ايه بس وما تعدش بقى تتكلم كتير وتحور وتدي الموضوع انت اكبر من حجمه طيب لو هو كان السبب انه هو بيعملك كده او كان السبب انه هو فيه شعور بالملل او اي سبب بقى غير انه هو غلط معاك او انه هو عمل لك خطأ او عمل ازا نفسي انا اقول ايه لما ارجع لما هو يسألك حسيت ان انا يعني ملغبط لك حياتك حسيت ان انا عمل لود عليك حسيت ان انا بزعجك معطلك حسيت ان انا شغلك حسيت ان انا انت مش مبسوط احساس وصن فحبيت ان انا ما كونش يتقيل عليك هنا دور بقى هنا يجرد هو بقى مين قال كده انت ما تعرفش ايه اللي حصل لما انت غيبت عني بالعجس وممكن تلاقي غزبا عنه في نص الكلام يقولك والله عرفت امتك اوي وحشتني اوي في الفترة اللي انت غيبت فيها او بتعدت فيها اياك اوعى ان انت عدت تعمل كده تاني وهو ده المطلوب انه هو يعرف امتك في الفترة دي اه مطلوبة في الاسباب او المواقف اللي احنا قلناها طب اغيب بقى ايه في ناس اه يعني الحتة دي بتفرق معهم قوي مايقلش عن يومين ومايزدش عن اسبوعين مايقلش غيابك اذا قررت عن يومين تمانية واربعين ساعة بالساعة كده واحسبهم ومايزدش عن اسبوعين اذا قالنا عن يومين يبقى لعب عيال واذا زاد عن اسبوعين يبقى تقل يضيع وهو ده اللي احنا حذرنا منه في البداية وقلنا خلي بالك منه فيه تقل يولد الجفة فيه تقل سمية الانسان انسان اللي كسرت النسيان خلي بالكم تلاقي اتنين طالعين من علاقة بحبه وبموت فيه مش هادر انسوا بعد فترة نسي سدقوني هي كده من نعمة ربنا علينا النسيان انسان اللي كسرت النسيان وجل من لا يسهو او من لا ينسوا ده معروفة وانا بقول مش هنخترع دايما فلسفة حياة زالك تلاقي اللي منفصل عنه حد يقعد ده والفترة كده فكره ان الدنيا كلها وقفت بعد فترة خلاص يلاقي العجلة ضارت وبدأ ان هو يتعرف على ناس وممكن يحب تاني وتالت ورابع المشكلة ده طبيعة الحياة ما بتقفش على حد الموضوع ده مهم وشرين قالتها وبكرر اغيب يومين ويدور علي كده وما يلاقينيش لان انا مش حافظ الاغنية اوي وفعلا محتاجين الغياب سلاح قاتل والاختفاء سلاح قاتل جدا اللزم الامر في المواقف اللي احنا قلناها دي كالعادة بقى انتوا هتعملوا ايه دلوقتي هتكتبولي ارائكم لان هنزل على طول على التعليقات هشوف ارائكم في الحلقة ايه يهمني جدا هتشيروا لو شايفينها مفيدة هتدسوا لايك عشان توصل لبقية اصدقائنا والعكس دسلايك اللي بيسأل اذا اتواصل معايا انستجرام فيسبوك قناتنا التانية للفطفاضة المهمة اوي كل الرابط دي لو انت عليك في وصف الفيديو ولو انت على الفيسبوك انزل هتلاقيها في التعليقات واي حد تشوفه فيديوهاتي او تشوف الشخص ده عنده غير محمد ابو زيد يعملوله وابلاغ على طول وبلغوا عنه نصاب 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 ثلاثة نصاب وانا مش مسؤول عن اي حد بينتعل شخصيتي وبيرد باسمي انا حذرت جدا عشان يعني بحطني النوقت كده على الحروف وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر